المنتخب والمغربي ورغم تقديمه لأذاء طيب أمام المنتخب الهولندي إلا أنه خرج منهزما من قمة أجادير مدرب الأسود الفرنسي إعفرونغ أكد عقب اللقاء بأنه أخطأ حين قبل اللاعب في الخامسة والنصف عصران من شهر رمضان مؤكدا بأن ذلك أثر على مستوى اللاعبين وأدفر نار بأن المنتخب الوطني اكتفى في الشوط الأول بمتابعة رفاق شنايدر واحترامهم إلا أن شوط المباراة الثاني عرف تغيرا في النهج التكتيكي للمنتخب الذي السحو دع الكرة وخلق الكثير من الفراس وكان يستحق حصب رونار الخروج بالتعدل على الأقل على مدى 45 دقيقة كنا نتابع الخصم باحترام كبير وليس بالنظر لإمكانياته التي يقدم وكيفية بذل مجهود أكبر في الشوط الثاني كنا أفضل امتلكنا الإرادة وقمنا بضغط عالي وجعلنا هولندا تقوم بكثير من الأخطاء للأسف استقبلنا الهدف الثاني وكنا نستحق التعادل على أقل تقدير